وبينضمن عبر الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي محمد طه لك المتواجد النهاردة في اتحاد الكورة أو في الاجتماع الخاص باتحاد الكورة مساء الخير عليك يا محمد مساء الخير عليك يا شيما مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي عايز أعرف منك أهم نتائج اللي طلعت النهاردة بعد اجتماع الجماعية العمومية غير العادية لاتحاد الكورة يمكن جميلة كتيري في أخبارك بالفعل بعض القرارات التي اتخذت من خلال الجماعية العمومية الغير عادية التي أعقدها اتحاد الكورة المصر في أحد الفنادق يمكن قليني أحكي لك الأول عن الأجواء يمكن اجتمعت الجماعية العمومية بالأمس كان في بعض الأزلية المقيمة أو باتت الليلة أمس في أحد الفنادق اللي أقيم بيها هذا الاجتماع وهذه الجماعية العمومية واكتملت بالفعل الجماعية النهاردة بعد التسجيل اللي بدأ في الساعة الواحدة ظهرا وانتهى في الساعة الثالثة عصرا اكتملت يمكن بحضور 152 نادي من أصل 222 نادي يمكن حضر المجموعة اللي حضرت كان فيه مناقشات كبيرة وفيه بعض الطلبات كثيرة منها طلبات شخصية طلبها بعض رأساء الأندية أو مبسد الأندية من اتحاد الكورة المصري وبعض التعديلات اللي تمت منقصوها بالفعل واللي كان أبرزها بالفعل هو إلغاء بند الثمن سنوات لكن في البداية خلينا أقولك أنه كان في حالة استياء من بعض أعضاء الجامعية العمومية اللي أكدوا طبعا على بطلان الجامعية العمومية غير عادية طبعا نظرا لعدم إفثال جدول الأعمال وده الأمر الآن معتاد طبعا وقالوا أن المفروض أن يتم إعلانه في الجريدة الرسمية قبل 15 يوم وهذا لن يحدث وبالتالي البعض طالب بطلان هذه الجامعية ولكن بعد اجتمالها وبعد منقشة البنود داخل الاجتماع في المقارن الجلسة تمت منقشة البنود ومن أهمها الغاء بند الثمن سنوات ونائب الرئيس المجلس الاتحاد الكورن المطريب هيكون بالانتخاب بالانتخاب صحيح مش بالتعيين مش بالتعيين أو مش بالانتخاب اللي هو فيما سبق كان يبقى إعضاء مجلس الاتحاد الكورن المطريب يتفقوا من بعض كفوت على مين هيكون النائب ده هيكون بالانتخاب في الانتخابات من بدايتها أيضا الترشح كرئيس أو نائب في هذه الانتخابات تمت الموافع لأن يتم الترشح لهذه المنصب المنصب الرئيس أو المنصب النائب دوني أن يكون مر دورة كاملة كعضب أو كان فيه يجب أن يمر دورة كاملة كعضب تمت سماح للنائب أو الرئيس أنه يترشح وأي حد يترشح على هذه المنصبات أيضا رفض الغاء مقعد المرأة نقبل برفض طبعا من أعضاء الجامعية العظمية أيضا رفض ترشح المدير التنفيذي لمقعد العضوية في مجلس اتحاد الكرة بعد مرور خمس سنوات وبالتاني لا يحق له الترشح في هذا المنصب ورفضت الجامعية العمومية هذا البند أنا اللي كنت سمعها أنه كان المفروض أنه هيتم منقشة أنه يزودوا عدد أعضاء اتحاد الكرة من السيدات أو يعني ما يكونش بس عضو واحد أسيدة واحدة هي الموجودة في اتحاد الكرة لكن الموضوع ده خلص إزاي هم كانوا بينعشوا فعلا الموضوع ده هم يزودوا عدد الأعضاء وبالتالي ممكن هنا عدد مقعد المرأة ولكن اترافض تم الموافقة على أنه يكون مقعد المرأة مقعد واحد وحتى كان فيه كمان إلغاء لكن ما تلغاش وهيتم زي ما هو موجود ثمن أعضاء ونائب مرأي أيضا فيه تشكيل لجنة برئاسة كابتن شبير وعضوية نوانش أحمد مجاهد وبعض ممثل الأندية اللي منقشت موضوع الصعود والهبوط في دوري القسم الثالث دي صبعا كان عليها منقشات كثيرة جدا وأيضا هناك حالة سعادة من ممثل الأندية القسم الثالث اللي أتيح اليوم صبعا الحضور كأعضاء جماعية عمونية لأن كان فيه بانت الأول بيتحش له كعضو جماعية عمونية بيحضر عادي وهو حضر ونقشه مع أعضاء جامعية وممال أخرين كل البنود وكان الفوت بشكل كامل لكل الأعضاء دي يمكن أبرز المكان بداخل قاعة الاجتماع اللي انتهت منذ قليل يمكن وأنا بكلمك بعض الأعضاء الآن بدأت يادر مقر القاعة اللي حصل فيها اجتماع جامعية عمونية شكرا لك زميلنا محمد طاوة مرسل قناة النادي الأهلي